السواريخ الجنة اللي قزدوها هي اللي تحمل أجنحة اللي تحمل دفات هذه محرك طيرانها يصير بالضبط مثل الطائرة مثل الطائرة الاعتيادية شون الطير بهالأسلوب هذا هذا احنا عايشنا بال91 بحرب الكويت وعايشنا بالأفين وثلاثة كانت الكروز والتومة هاوك الأمريكية كانت بطيئة بطيئة نعم قد تصل سرعتها إلى 1 أو 2 ماخ يعني أسرع من الصوت أقل أو بسرعة الصوت لكن لا المسيرات أقل المسيرات يعني 150 300 كيلو متر ماكو مسيرات سريعة يعني هي هاي محاركها هي هاي محاركها بطيئة لا تصورها بهالسرعة هاي والموجودة الإيرانية مو بهالسرعة هاي فيذلك المسيرات راح تتأخر يعني تتأخر وأكيد قسم منها قد يعني يعني يحتاج لها وقود يحتاج لإصابات بس هي على أكثر هي من نوع الانتحاري اللي خلوها الفرق عن الباليستي لصاروخ المجنحان الباليستي هذا الباليستي محركة باتجاه السماء يعني يصعد 150 كيلو متر إلى الأعلى يخترق يخترق القلاف الجوي ثم يهبط ويكون قوته التفجيرية أكثر الفرق بين الكروس ميسايل اللي أنتوا ستسموه مجنح هذا نسبة الدقة بالكروس ميسايل 100% لأنه هذا يعني أكثر شيء يعتمد على اليزار وتدخل للمعلومات بمنظومة بمنظومة سيطرة ملاحية منظومة ملاحية كاملة معوية لا الكروس الباليستي لا تدخل للمعلومات على الأرض تدخل للمعلومات على الأرض هذاك لا بمنظومة سيطرة ملاحية يسموها أعتقدة INS أو يعني عدة منظومات به هذا الكروس ميسايل ما كان تمتلكه بالعالم فقط روسيا وأمريكا يعني تقنيته الطيار الآلي مالته ليس من السهولة أن يباع أو يشترى لذلك عندما بدأت حرب غزة كثيرا سألت أنه هل من الممكن أن تكون إيران متلكت هذه الصواريخ خاصة بعد ضرب إيلات إذا تتذكر تم ضربها أمر الشراش وإيلات تم ضربها من اليمن الحوثية المسافة بعيدة حوالي 2000 كيلومتر فمنها المسافة 1600 كيلومتر هذه يعني الكروس ميسايل فقط يوصلها يعني بهذه المسافات وعلى كلهم يعني هم الإيرانيين تعرف أن تطوروا كثير من صحيح مثل ما أحنا كنا نطور قبل 2003 وقبل 1991 أيضا هم طوروا كثير من قواتهم الجيوفضائية هم يسموها الجيوفضائية صحيح والآن هم ترفوا بهذه الضربة صدر بيان من القيادة مالتهم حول هذا الموضوع ويقول فالشيء راح يفرح العالم الضربة لذلك إحنا يعني ما عدنا بالوقت لحاضر فقط لانتظار لأنه تعرف المسافة يعني أيضا إسرائيل الآن استنفرت كل قواته واعتياد الكل مستنفرين لكن هو المشكلة مهنة المشكلة ما بعد هذه الضربة نعم يعني أنت الآن هذه الضربة إذا 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 أوقعت خسائر هاي هنا تبدأ المشكلة وهنا السؤال سيد سرمد يعني وتحديدا من الناحية العسكرية يعني عندما يتم إطلاق صواريخ يجب أن تعبر مسافة ما يقارب 2 كيلو متر أو ما يفوق 1600 كيلو متر يعني مدى اعتراضها يعني سوف يكون النسبة كبيرة بغض النظر عن ما هي هذا الصاروخ كروز أم باليستي أم طائرات مسجرة أم غير ذلك من الصواريخ المستخدمة ما رأيك بهذا الطرح ممتاز ممتاز هذا سؤال جدا مهم الآن خلي نفصلها جزء جزء بالنسبة للطائرات المسجرة ليش اعتراضها صعب لماذا يكون اعتراضها صعب إذا استخدموا الإيرانيين الطائرات الخفيفة والسريعة لكن هاي ما توصل الهالمديات تحتاجها طائرات أكبر راح تأتي بالانخفاض واطئ الانخفاض الواطئ ومثل هذه الموجة من الطائرات يعني حتى القبة الحديدية ما راح تشتغل بصورة صحية حالية يعني هي فأني يعني أشوف مرات قد يكون ارتفاعها 30 متر عن سطح الأرض زين فهذه من الصعوبة الصيادة إذا كانوا الرمية مالتهم بهذا الاسلوب زين أما إذا كان لا والله بالأجوى لا أنا أقول لك بأنه يعني يسقطن كلهم سواء من منظومة السيرام أو الباتريوت أو غير شيء فيسقطن بهذا الموضوع ولكن إذا انخفاض واطئ لا يعبرا أنا أقول لك يعني هذه عن تجربة الانخفاض الواطئ مشكلة يعني صح تكشفها أنت بالرادار لكن كيفية إسقاطها هي هاي المشكلة الباليستي الباليستي ممكن أن يسيطر عليه لأنه من يدخل يدخل من فوق المشكلة وين بي المشكلة بالسرعة يعني ينزل سريع جدا يوصل إلى 6 أو 8 ماغ تعرفوش قيد يعني 8 أبعاء في سرعة الصوت يعني سريع سريع جدا فلذلك من ينزل ينزل مع قوة الجاذبية الأرضية لذلك هم أول ما يدخل بالغلاف الجوي ترصد الرادارات فرح ممكن أن يوجهه لضربات لكن أيضا إذا ينزل بكميات هميا هذه المشكلة الصعوبة الأخرى وين بالكروس ميسايل كروس ميسايل يعني توما هاوك شبه هم عندهم المرقاب أصور من هذا الشكل هذا ممكن أن سقطه بالمضادات الأرضية الطبيعية مثل ما إحنا سقطناها في وقته بالمضادات الأرضية الكلاسيكية خلي نقول فالأما هسا كيف تطور الموضوع كيف مضاداتهم شون تطورت إسرائيل وأمريكا لأنت إسرائيل أمريكا يعني هسا شوف بدأوا يعترضون شوف هذا الخبر عندك سبتايتل يقول بدأوا يعترضوها لطائرات المسيرة في شرق سوريا يعني على الحدود العراقية صحيح يعني حد الآن الوضع مشوش من أجل أن نكون واقعيين ولا نتكلم كلام غير منطقي الوضع مشوش ممكن أن يعترضوهن ممكن أن تكون المسيرات كلها مناورة ممكن أن تكون الضربة صاروخية لذلك ننتظر وممكن أن تكون الضربة أساسا يعني متبق عليه اشتركوا في القناة